انه اللعب الفعلي اللي حسب تصريح كولينا اللي هو مدير دائرة حكام في كأس الاتحاد الدولي اشير لها نقطة مهمة انه الوقت المهدور يجب ان يحتسب بكامل وشاهدني يمكن احدى المباراة لضاف الشرط الاول عشرة والشرط كان 14 دقية يعني السابقة وانا اعتقدت هو هذا الصح لانه حتى الاتحاد الاسي ولو تذكر في الاتحاد الاسي والاتحاد الدولي كان دائما يخلي بالدريس هنا 60 رقم 60 كان يطمح انه يكون اللعب الفعلي 60 يعني حال حال نقول الصالات ووقت الاوت ما يحتسب حتى ممكن المشاهد يستمتع باكتر وقت مو بعيدا عن الكرة اللي ممكن تطلع خارج الملعب الاوقات ما بيضغط كابتن هذا ما بيضغط على اللاعب كانسان نعم ما اعتقد نويه انت تذكر يعني شاهدنا ممكن يعني انا ما لدى اعبر بعيد ولكن كانت هناك الكثير من الحالات الوفيات في الملعب يعني لاعب بحده بدون احتكاك بدون كذا تذكر فويه الكاميروني سقط في وسط الميدان ممكن في كوبا امريكا يعني هاي الحالة تحدث من ملايين يقول من سنوات طويلة يعني مو هذا هو حالات الوفيات كثيرة نعم ولكن يعني قضية اكو قضية يمكن يعني زيادة يعني عدد اللاعبين البدلاء يمكن يقلح يمنح يعني لان خليك تلعب لها وقت اطول لان اتحاد الدول خمس تبديل خمس تبديل اسمح لك اعتقد انه تنطي تنطي مساحة للمدرب للاعبين للاعبين للمرهق لما يشعر هذه ممكن هي تخفف من هاي الحالة اللي يتحدث بيها رغم انه انا اقول الفائدة الاكثر انه المتعة اللي ممكن يشاهدها المتابع من خلال لعب فعلي لمدة تسعين دقيق هي الغاية